نفذ الجيش الإسرائيلي غاراتين استدفت ما قال إنها مواقع تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية وشن الطيران الحرب الإسرائيلي سلت غاراتين على بلدة يعيد الشعب ويارون ومنطقة جبل بلاط في جنوب لبنان لما قصبت المدفعية الإسرائيلية محيطة بلدتي راشيا البخار وظاهرة وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حزب الله منذ بداية الحرب على غزة يصعى لجذب انتباههم عن غزة وهم يعملون على تشكيل واقع أمني جديد من الشمال وصار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من ثلاثة آلاف ومئتي موقع لحزب الله في الأراضي اللبنانية منذ بداية الحرب بالمقابل قال تنظيم حزب الله إنه استدفى مواقع المرج ومبنيين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وحقق فيها إصابات مباشرة كما استدفى جنود إسرائيليين جنوب موقع العباد وموقع رئيسات العلم في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة وحقق فيها أيضا إصابات مباشرة